تريندينج الجزائر قناة الأخبار الحصرية على مدار الساعة السلام عليكم أعلن وزير الصناعة فرحات أية علي يوم السبس بجزائر العاصمة بأن استيراد السيارة أقل من ثلاثة سنوات الذي أديج في قانون المالية 2020 قد تم تجميده وصرح الوزير المنتذب للصحافة على هامش ندو الوطني لمؤسسات الناشئة التي أفتتح اليوم السبس بجزائر العاصمة إن استيراد السيارة أقل من ثلاثة سنوات قد تم تجميده لا نريد استيراد هايكي سيارة مهترئة ولا نريد أيضا تشجيع السوق الموازية للعملة الصعبة وأوضح الوزير أن السيارة أقل من ثلاثة سنوات يتم شراؤها من أوروبا تكون قد صارت عشرين ألف كيلومتر على الأكثر وهذا ما يجعل هذه السيارة الباهضة الثمن بالنسبة للمستهلك الجزائري للدخل المتوسط وأضاف قائلا الآن إذا كانت نية نشراء السيارة أقل من عشر سنوات بدلا السيارة أقل من ثلاثة سنوات مثل ما كان معمول به في الماضي فأن هيكل السيارة المهترئة لا تهمونه عندما تم إدراج هذا الإجراء في قانون المالية 2020 لم تكن هناك إمكانية استيراد السيارات جديدة حسب ما أكده الوزير من أجل تسديد مبلغ السيارة القديمة سيقوم الأشخاص باللجوء إلى السوق الموازية في حين أن الدولة لا يمكنها في أي حال من الأحوال تشجيع هذه السوق دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته